السلام عليكم الأخوات كيف ديري اللبس لكم أحوالكم طيبة إن شاء الله سكونوا بخير وعلى خير وتشوفوا هذا الفيديو من الأول الأخير نبدأوا الفيديو دي أنك في العذاب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله مرحبا بكم في قناتي قناة أم إسراء سهل وسريع كان بغير رحب وكان بغير نشكر المتتابعين دي الأختي كريمة وكان شكرها من هذا المنبار أرف ألف شكر وكانت من الله عز وجل يجعلوا في ميزانة الحسنة ديالها ويرفع به الدرجة ديالها في الجنة إن شاء الله يا ربي يا كريم وكان ولي نجدد الترحى بالأخوات اللي دخلوا عندي من طرف الأختي كريمة شكرا لكم شكرا بالزبع كان حييكم من هذا المنبار وكان قل لكم نتمنى من الله عز وجل أن القناة دياليس كون مفيدة إن شاء الله وما تندموش أنكم دخلتوا وشاركتوا معايا إن شاء الله بإذن الله شكرا شكرا لكم بثبت ففي هذا الفيديو إن شاء الله بإذن الله غادي ناختكم معايا واحد دويرة خفيفة ضريفة إن شاء الله بإذن الله بسيتي مول ديال طنجة كيف كتشوفو فالمرة اللي فاتت كنت عملت لكم يعني دويرة في واحد المحل كان في الصود فاليوم كيف كتشوفوك نعملكم دويرة في هذا البازر هذا أولى في هذه المعشابة هذه اللي ما شاء الله فيها يعني الأنواع والأشكال ديالأعشاب سواء يعني طريين سواء مطحونين سواء يعني هكذا كحبوب ما شاء الله سبرك الله عندهم كذلك يعني دي سوفونير هكذا اللي بغا ياخد شي سوفونير يعني كذلك شي حاد عندهم ديك شي تقليدي عندهم ديك شي ما شاء الله سبرك الله صراحة أعجبني النهار اللي مشيت كنت مشيت للمحطة القيطار باش نسقسي تمام قطع فهذاك النهار اللي كنت دخلت قلت نضرب دويرة بالوليدات ما يشوفو شويش فهنتم الأخوات ترت انتباه ديالي هاد المعشابة هدي أولا هاد البازر وقلت علش الله أنني نصور ونشارك مع الأخوات هنتم مع الأخوات كنا نقرأ بالأشكال ديالها الأنواع كين حوالك كين ديك شي ما شاء الله الخلالة سواء مع الشنوك يقولون لهم كين ما شاء الله ديك شي رائع رائع جدا صراحة ما تقصد هاش للأتمينة حيث ما عنديش الغرض نشري فقط عندي الغرض أنني يعني نشارك معاكم فقط هاد الجولة هدي واللي عندها الغرض بشي حاجة أولا هدبتها فإن شاء الله غادي تمشي لتما وغادي تقصي هنتم الأخوات عندنا هيا مواد تجميل ما شاء الله اللي كي يجيبوها متعاونيات يعني شي حاجة طبيعية شي حاجة مسنوعة لليد لمن المعد الورد المقطر بالأنواع دياله والأشكال دياله ولا كذلك يعني بالنسبة للمسكة اللي مسنوعين من أعشاب طبيعية سواء من زيت أرغان سواء من الأعشاب كين هاد القفيفات كيف كتشوفوش كي يلدي لهم ديك شي يعني معد البليد كين صابوا للبلدي مخلط بأعشاب طبيعية ما شاء الله سبارك الله هانتما الأخوات كين هاد يعني كل ما هو تقليدي وبلدي حر فهو كيتباع في هاد البازر هاد عندهم ديك شي رائع جدا لم دي كورات ولم سكان لم ديك شي رائع رائع جدا هانتما كين هاد المبخارات هادو رائع كين شكل ديالهم ما شاء الله كين لي فضيين كين لي ذهبيين كين نحاسيين كين ما شاء الله سبارك الله يعني عندكم لو شواء كين صغارين كين كبارين كين لأشكال والأنواع كل شي كيتواجد في هاد المحل هادا اوليف هاد البازر هادا اللي كيتواجد في سيتي مول هانتما الأخوات كين هاد شكل هادا عود رائع جدا ما شاء الله سبارك الله كين هاد طويج ناس هادو شكل ديالهم رائع فيهم ديك اللعبات في حسن ثلاث هكدا غير ديكور يعني بالنقرة كين ما شاء الله كين ما يتشاف ما شاء الله سبارك الله الناس اللي كعجبهم هاد شي البلدي هاد شي الطبيعي فما شاء الله هاد البازر فيه يعني كل ما تحتاج وكل ما تشهع عينك عجب روه هنا يا هانتما الأخوات ديكش رائع رائع جدا كين ديك الغلوف هاد المصاحف كين هادو اللي بحط طفايات كين طويجنات هكدا الشكل ديالهم رائع كين المصاحف كين ديك المرايات ديال شحال هاد يقدامين ما شاء الله ديكشي رائع رائع كين هادو البلات اللي كانوا كي ياخدهم العرائز هدي شحال في زمان كيعمل لهم فيهم الكحول ومن قوية يعني كيعمل لهم كديكور هكدا حدا مرايا مزيون كين هاد المبخارات هادو ستيتوين كين هادو ديال النحاس اللي فضاء عود شكل ديالهم جاها كدا طويل ما شاء الله تبارك الله شي حاجة يعني بلدية ولمسة عصرية ديكشي ما شاء الله تبارك الله غزال صراحة نعمدة تعجبني ديكشي وقلت علش الله ان اني نصور الاخوات ونشارك معهم كين هاد برير دات الاشكل والانواع البنات كين ستيتوين مارا غيم منظار وكين كدلك اللي كبارين ديالي يعني تلقن فيهم اتاي وكين ما شاء الله هادو اللي كتشوفه البنات الناس اللي كيعملوا ديك ديكورات بلديين هكدا في الحمام ديالهم اللي عندهم حمام بلدي فالدار كين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله هادشي روعة روعة صراحة يا شبني بزاف وانا متأكدة حتى انتم هاد الجولة هدي غد يتعجبكم واللي مش رائعي تنزه كيف كان قولو كين الاشكل والانواع ديال الصبو البلدي كين لي بالاعشاب طبيعية كين لي بزيوت طبيعية كين زيت ارقان كين هاد الملح الحيال بنات كتلق لبزاف ديال الوصفات كين الورد البلدي طبيعي ما شاء الله سبارك الله كين هاد هاد صبو البلدي كدلك اللي عندهم خلط مو من السم ما شاء الله اللي بغا يكون واجد يعني واللي بغا يضيف ياخد الاعشاب عادي ولي يخلط اللي تصابونا عليه الدون كين هنا هاد المطحانة هاد البلدية اللي كيتحنوا فيها سواء اللوج سواء ارقان سواء يعني ديك شي ما شاء الله كين البخور الاشكل والانواع ديال البخور البنات كين هاد المبخارة كبيرة عاملينها بغي من درمزي هنا هان شمال البنات كين العطرية بشتة الانواع ديالها كين مساخن كين اي حاجة تقدر تطح لكم على بلكم في ديك شي ديال الاعشاب غاجبروها هانا لأخوات هانتوما ما شاء الله تبارك الله لانواع ديال لانواع ديال المدلورد المقطر الاصلي كين لي ماشي اصلي ما شاء الله صابون كذلك صابون للحجرة كين الانواع صابون للحجرة كين ديارقان كين زيتون كين ديالخزامة كين ما شاء الله دلأسل كين ما شاء الله الاشكال والانواع كين دلك بريس كين ما شاء الله الانواع والاشكال تصابون ناس كين كذلك ديك المحككت ديال الرجلين البلديين اللي ما شاء الله تبارك الله ديك شي روعة روعة على البنات ما شاء الله هانتوما كيف كتشوفو فهد شي غزال غزال صارحة الانواع دلمسكة البنات المسكة الحر كين الغوز وكين ديك صفار ما شاء الله اللي الجودة ديالهم عالية وكذلك لي ماسك البنت كان الأحسن يعني جودة لي ماسك سقسيت هذه البنت هذه قد للجودة دي لي ماسك اللي معتلين يعني بأعشاب طبيعية بزيوت طبيعية دي ماسك اللي ما شاء الله تبارك الله كان زيوت لي مقطرة أصلي يا البنت ما شاء الله تبارك الله فكنت هذه هي الضويرة دينا اللي عملت لكم في هذا كل بازار هنتم الأخوات أنا بقى وليدتي لا يجبهم لنا يجبهم لحال كيبقوا يطلعوا لي في ذلك الأدراج الكهربائية ويهودوا قولك يلا يطلعون هبطوا كيعجبهم كيحموا قوموا يطلعوا بالسنسور ويهبطوا وكذلك كنت عملت لكم واحد الجولة في ذلك المحل السباط كانوا مدينة تخفيضات سهائلة جدا فهنتم الأخوات كان ذلك النهار يعني ما كانش تثبته لحد كان خاوي شويش المول كنت أنا مش يتغن قديت مغارض في المحطة القطار وقلت علش الله حيث هو أنفاص معها علش الله أنني ندخل نضرب دورة بالوليدات يشوفوا شويش ويجروا شويش كيعجبهم غي يجروا ويجروا هنايا ويلعبوا ويتصوروا مع ذلك الشي اللي كيكون سماك بعد المرة كيعملوا ذلك بابا نويل داخل بعد المرة كل مرة شنو كيعملوا سماك يعجبهم والذي يتصوروا مع ذلك الشي فذيك الوقت كان الدخل المدرسي كان عندهم هاد العيبات هادو هما اللي عاملين في لونتخي وليداتي قال خصوم يتصوروا معهم وهذا هو هدي هي الجولة ديالنا خفيفة ضريفة نتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم وأنكم تكونوا ضربتهم معي دورة وفوجتهم معي فهذا هو المحل اللي كنت عملت لكم فيه جولة سابقة كانت فيه تخفيضة ما شاء الله سبارك الله كان بغين شكر الأخوات اللي يدخلوا عندي من طرف الأخت كريمة وكان شكر الأخت كريمة يعني شكر خاص كان نحييها من هاد المنبر شكرا لها بزر وشكرا لأخوات ديالي القدامين عزازين وغاليين وعادة تبقى معزاز وغاليين إن شاء الله أحبكم في الله ما تنسوش أنكم تبرتجيوا هاد الفيديو مع الأهل والأصدقاء باش تعمل فائدة وإن شاء الله خلوا لي شي تعليقي يكون مزيون محفز وكذلك أنكم تقولوا لي شنو بغيتون صور لكم إن شاء الله شنو بغيتون تشوفوا في القناة ديالي بنسبة الأخوات اللي قالوا سنعمل لهم موضوع للغتزال وكذلك لبس صلات فأنا كان مجد الموضوع إن شاء الله انتظروا الفيديوهات ديالي القادمة إن شاء الله بإذن الله ستكون فيها الفائدة أحبكم في الله أستبدعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته